يعد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة هدفا رئيسيا لزيارة الرئيس شي إلى الولايات المتحدة لذلك ستكون مدينة سياتل المحطة الأولى نظرا لأهميتها التجارية بالنسبة للصين وتعتبر ولاية واشنطن أكبر ولاية مصدرة للصين فيما تعتبر سياتل موطنا لشركتي ماكروسوفت وستارباكس التين يأتي معظم دخلهما من السوق الصينية ووفقا لجدول الأعمال سيقوم الرئيس شي بزيارة مقر شركة ماكروسوفت ومصنع تجميع لشركة بوينغ في المدينة إن اختيار الرئيس لزيارة سياتل له هدفان الأول هو يقامل علاقات قوية مع قطاع صناعة والتجارة في الولايات المتحدة ويعطيهما ثقة أكبر حيث يلعب قطاع صناعة والتجارة دورة محيما في تافي العلاقات بين البلدين لكنه الآن يوجد داخل الولايات المتحدة بعض شكوك من إحفاظ أحميات العلاقات الكتسرية وتجارية ويشك بعض الناس في أن الصينة لم تعد تحتم بها هذه العلاقة كما كانت تحتم بها في المد وهذا غير صحيح لذا أعتقد أن زيارة أرشي هذه تحتفل لتعزيز اتصال الصيني مع قطاع صناعة والتجارة الأمريكيين وإزهار اهتمامها بالعلاقات المعهمة في المستقبل وده في تهمية العلاقات الصينية الأمريكية تحافظ مدينة سياتل على اتصال شعبي وثيق مع الصين لذا يعتقد خبراء أن اختيار الرئيس شي سياتل لزيارتها كمحطة أولى يعبر عن رغبته في إعطاء مزيد من الوقت للقاء بعامة الشعب الأمريكي تم ترتيب العديد من اللقاءات بين الرئيس شي والمعلمين والطلاب وغيرهم من أبناء الشعب بقصد إظهار صورة القادة الصينيين المتمثلة في محبة الشعب والمودة والصراحة والثقة بالنفس والتسامح والانفتاح بعد اختتام زيارته لسياتل سيتوجه الرئيس شي إلى واشنطن وستركز هذه الزيارة على مناقشة المواضيع الجوهرية المهمة بين البلدين أبرز النقاط لهذه الزيارة هي المحادثات المباشرة والعميقة الجذور بين الرئيسين الصيني والأمريكي والتي تشمل جميع القضايا الحساسة الرئيسية بين البلدين مما سيغير المشاعر السلبية في العلاقات الثنائية الحالية وحتى يخلق جوا سلميا ومستقرا خلال جولته في الولايات المتحدة سيزور الرئيس شي أيضا مدينة نيويورك حيث سيلقي كلمة مهمة في المقر العام لهيئة الأمم المتحدة إن مغزى زيارة الأمم المتحدة وحضور سلسلة من القمم بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس هذه الهيئة العالمية يعد بمثابة إعلان عن مفاهيم الصين حول النظام الحقبة الجديدة والنظام الدولي والنظام الإقليمي فضلا عن تجديد دفاع الصين والولايات المتحدة مع الدول الكبرى الأخرى عن النظام الذي ظهر إلى الوجود بعد الحرب سيخطر الرئيس شي قمام الأمم المتحدة لأول مرة حيث سيلقي كلمة يطرح فيها وجه النظر الصين وتشمل حديث القمام العديد من الفعاليات بما فيها قمات المرة فأعتقد أن ممبر الأمم المتحدة هو أفضل منصة لتعبير عن صوت الصين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر